صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آره وصحبه أجمعين ما أشر المسلمين والمسلمات في ليبيا حرصها الله وبلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومقروح في الدين والدنيا أحدثكم في هذه الكلمة التي أسميها النصيحة الصليحة إلى بلاد ليبيا الجريحة مستقيم بالله سبحانه وتعالى ومتوكل عليه لا على غيره وأقول أسهل الله الكريم رب العشر العظيم أن يحفظنا وإياكم وجميع أهم الإسلام والسنة في الدينة والدنيا والأخر حتى نلقاه هو راضي عنها أقره أنه قد مضى مني تكفير في حوالي عامة ولدواعش خاصة ومن قواعد الشرعية أن درع المفاصد مقدم على جلب المفروح ومرد هذا إلى الأقل وأمثلة تقول لكني أقره أني أخطأ في تكفير الدواعش وأنا راجع عنه من هذه الشاعة ولي الموافقة الخامشة والنصف في توقيت المملكة العربية السعودية ورأيت من الواجب ورأيت من الواجب أني لا أخسر جماعة بعينها ولا فردا بعينه ورأيت أني أتراجع عن تكفير الدواعش وأبقى على ما تكلم فيه علم أجلة ومن المعاصرين سماحة الوالد الفقيه الأسري المشتهد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله وهو تكفير الخوارج عامة فأنا على هذا حتى يأتي أجري أو يأتيني أمر بالغضوع عنه ومن السياسة الشرعية والقلائج السنية أنه يكثر الخوارج على سبيل العموم وإن كان بعض الصحابة أو الصحابة لم يكثروا الخوارج وما أظن الدواعش يقولون أنهم خوارج أنا حتى الآن ما سمعت أحدا منهم ولا جاءني نقل منهم ولهذا تراجعت من هذه الساعة التي أشرفتها آنفا أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدلس بالجامعة الإسلامية سابقا وكان إملاؤه في هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان عاما عام سبعة وتلاتين وتلاتين مئة وأس من الهجرة النبوية والمواطق العشرين من يونيو عام ستسة عشر وألثين صلى الله وسلم على نبيل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر